على أعتاب مرحلة جديدة يقف الاتحاد الأوروبي قلقا من احتمالات صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأوروبية الحالية وسط توقعات بأن ثلث مقاعد البرلمان الأوروبي ربما تذهب إلى المعسكر اليميني القومي الشعبوي الأمر الذي من شأنه أن يخلق زلزالا سياسيا عنيفا في القارة العجوز 751 مرشحا سيعلن فوزهم ليصبحوا نوابا لخمس سنوات قادمة انطلاقا من المبدأ التناسبي الذي يعتمد على عدد سكان الدول إذ تعود أكبر حص بواقع 96 مقعدا لألمانيا التي يتصاعد فيها نفوذ اليمين المتطرف بصورة واضحة وتكمن أهمية تلك الانتخابات في أن نتائجها ستؤثر مباشرة في توزيع المناصب الرئيسية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا سيما بعد أن تحولت أوروبا إلى ساحة للتدخلات الخارجية التي حذر منها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول أن هناك للمرة الأولى تواطئا بين القوميين ومصالح أجنبية لتفكيك أوروبا تحذير يراه محللون ردا على محاولات المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الاستراتيجية ستيف بانون التأسيس لما يسميها ثورة شعبوية في أوروبا محاولات بانون الذي أبعد عن البيت الأبيض قبل عامين ترتكز على تحالفاته وعلاقاته الأوروبية فالرجل يشترك مع رئيس وزراء المجر اليميني فيكتور أوربان في العداء للملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس بينما يشترك مع وزير الداخلية الإيطالي اليميني أيضا ماتيو سالفيني في العداء لسياسة تقوية مؤسسات الاتحاد الأوروبي من قبل ألمانيا وفرنسا بل إن بانون وسالفيني بالتعاون مع آخرين من اليمينيين في أوروبا عملا على إنشاء تكتل يميني شعبوي أوروبي يقوم على أمرين أساسيين هما معادات المهاجرين إلى أوروبا ومعادات الإسلام متخذين من أحد الأديرة الإيطالية منطلقا ومركزا للتعليم والتدريب للكوادر المنوط بها القيام بتلك الثورة الشعبوية الأوروبية في المحصلة تبقى نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي مؤشرا بالغ الأهمية على مدى التقدم أو التراجع اليميني إلا أن المرجحة أن تلك النتائج سترسم صورة للاتحاد الأوروبي تختلف كثيرا عن تلك التي كانت